هذه أبرز العناوين ضامب ويفلدي عرض على القجاع ثلاثة مواهب لدعم دفاع المنتخب المغربية فوز القجاع يعقد الشماعا عاجلا مع وليد راقراكي وهذه التفاصيل دروغبا يهدي تأهل الكوديفور لنصف نهائي الكان إلى المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فوز القجاع ثلاثة مواهب لدعم دفاع منتخب المغرب سيعمل المدير الرياضي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البلجيكي كريز فوز القدم على عرض ثلاثة لاعبين مغربيين الشباب من أجل دعم مركز الضهير الأيصر في منتخب المغرب خلال المرحلة المقبلة بعدما عانى منتخب أصود الأطلس كثيرا في هذا المركز مؤخرا واضطر مديرب والمنتخب المغرب وليد راقراجي للاعتماد طارة على محمد الشيبي لعب بيراميدز المصري وطارة أخرى على نصير مزرع ولعب نادي باير ميونيخ رغم أنهما تلقيت كوينا طيلة مسيرتهم الكروية للعب في مركز الضهير الأيمن وذكر موقع العرب الجديد أنه حصل على معلومات تشير إلى أن البلجيك كريز فانبويفلد سيعرض على رئيس فوز القجع إمكانية تضم لاعب الشباب نادي ريال مادريد الإسباني يوسف الخديم من أجل تمتيل منتخب المغرب الأول في الفترة المقبلة وإلى جانب اللاعب يوسف الخديم صاحب 18 سنة سيتحدث البلجيك إلى رئيس الجامعة بشأن اللاعب أضم أزن لاعب نادي باير ميونيخ الألماني الذي بات مدرب نادي البافاريط مصخ ليستدعيه للتدرب مع الفريق من فترة إلى أخرى وهو الأمر الذي ربما يفيد اللاعب صاحب 17 سنة من أجل التألق برفقة منتخب بلاده في الفترة المقبلة وبرفقة التنائي الخديم وأزن هناك لاعب أخر يتير إعجاب المدير الرياضي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهو أن الصلاح الدين لاعب نادي سفينت الهولندي الذي يعتبر من العناصر القادرة على تقدم الإضافة إلى خط دفاع المنتخب المغربي في مركز الظاهير الأيصر وسبق للمنتخب المغربي أن يختبر في السنوات الأخيرة عدة لاعبنا في مركز الظاهير الأيصر مثل آدم مصين المنطقة الحديثا إلى نادي طورينو الإيطالية وحمز مندي اللاعب نادي لوفن البلجيكي ناهيك عن يحياطية الله الذي كان متألقا في نهائية بطولة كأس العالم لكنه لم يحضر بفرصته كاملة في نهائية الكان الذي خرج منه المغرب من الضور التمنى نهائية فوز القجع يعقد الشماع عاجلا مع وليد راقراكي وهذه التفاصيل ينتظر أن يعقد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالناخب الوطني وليد راقراكي مدرب المنتخب الأول وطاقمه التقنية المساعدة بعد الإقصاء الذي لم يكن ينتظره أكبر المتشائمين من تمنى نهائي كأس أمام أفريقي المقام حاليا في الكوديفور وذكرت جريدة سبورت أنها علمت من مصدر مطلع أن القجع سيقض الشماع مع راقراكي وباقي أعضاء تقمه التقنية المساعد خلال الأسبوع القادمة وذلك لتفسير أسباب هذا الإقصاء المر من تمنى نهائي الكان ووضح المصدر نفسه أن القجع سيقض هذا الاجتماع مع الناخب الوطني لجارد حصلت الأربع مباريات التي لعبها أزود الأطلس في العرش الإفريقي بالكوديفور ومناقشة الأسباب التي أدت لهزيمة العناصر الوطنية بتنائية أمام البافانا بافانا في مباراة تفوق فيها هوغو بروس مدرب المنتخب الجنوب إفريقي تكتيكيا على وليد ريغراقي كما ستتم مناقشة الخيارات البشرية للناخب الوطني في هذا الكان بعدما منحت جامعة الكرة الصلاحية الكاملة في جميع الاختيارات ووفرت له أفضل الظروف الإقامة في هذه الدورة غير أن كل ذلك لم يمنع الأصود من مغادرة الملاعب الإفوارية من الباب الخلف في مشهد أحزن الشارع الرياضي كثيرا وعن إمكانية انضمام الإطار الوطني حديل رمزي المدرب السابق للوداد رياضي للتقم المساعد للناخب الوطني وليد ريغراقي فقد ذكرت المصدر أن رمزي لم يتلقى أي اتصال في الموضوع حتى الآن وكان المنتخب الوطني قد تأهل متصدرا للمجموعة السادسة برصد سبع نقاطين من فوزين على طنزانيا وزامبيا وتعادل مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية قبل الهزيمة المدوية بتنائية أمام جنوب إفريقيا في دور التمن دروكبا يهدي تأهل الكوديفور لنصف نهائي الكان إلى المغرب أهدى أسطورة كرة القدم الإفوار يديد دروكبا تأهل منتخب بلاده لنصف نهائي كأس يوم مفريقيا 2024 إلى المغرب وشعبها وتأهل منتخب الكوديفور إلى المربع الذهاب للكان بطريقة دراماتيكية على حساب مال في ربع نهائي حيث كان متأخرا في نتج بهدف دون مقابل قبل أن يعدل في الدقيقة التسعين ويسجل بعدها هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الطائع من الشوط الإضافية الثانية وكان منتخب الفي لقب قوسين وأدنى من الإقصاء من دور مجموعة كأس أمم إفريقيا ولكنه تأهل بشاق الأنفس إلى التمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته الأولى برصد ثلاث نقاط ويدين منتخب الكوديفور بهذا التأهل كواحدين من أفضل التوالد في البطولة إلى منتخب المغرب الذي فاز على زامبيا بهدف للسفر في الجولة الثالثة من دور المجموعة ليحتل منتخب أسود الأطلس صدرة مجموعتهما السادسة بسبع نقاط ويقسى منتخب زامبيا اترى احتلاله المرتبة الثالثة بنقطتين وبعد تأديته لمشوار جيد في دور المجموعة تودع منتخب المغرب الكان من الدور الثمن نهائي على يد جنوب أفريقيا بينما أكمل منتخب الكوديفور مشواره في البطولة بإقصائه حمل اللقب منتخب السينيغال في ثمن نهائي ثم فوزي على مال في ربع نهائي ليجد نفسه في نصف نهائي ونشر دروكبا مقطع فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي بالانستجرام شكر فيه المغرب والشعب المغربي وأهداهما تأهل منتخب الكوديفور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 وقل نحن في بات مباشر على الانستجرام مع هذه العائلة المغربية شكرا للمغرب بفضلكم تأهلنا نحن بقلوبنا معكم ونحن نحملكم في قلوبنا وأضف دروكبا الذي نشر هذا المقطع المباشر في رحلة عبر الطائرة قائلا هذه المباراة هي لكم شكرا للمغرب تحية الكوديفور وشكرا جدر بالذكر أن منتخب الكوديفور سيواجه يوم الأربعاء القادم إن شاء الله منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بينما سيلعب منتخب نيجيريا في نفس اليوم أمام جنوب أفريقيا مباراة المربعي الذهبية الثانية للبطولة ويبحث منتخب الكوديفور الذي يخوض الكان على أرضه وبين جماهيرها عن التتوجب اللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حققه من قبل في نسخة 1992 و2015 أخماش ولعب ريال مدريد يتصدران حملة التغيير المغربية سيكون إليس أخماش متوسط ميدان فياريال الإسباني على رأس قائمة المنتخب المغربي في المعسكر المقبل خلال المهرس القادم إن شاء الله حسب ما ذكره موقع كورا ويأتي ذلك في إطار مرحلة التغيير التدريجي للمنتخب وتطعيمه بوجوه شابة تحت إشراف المدرب لدرجراجي بعد الخروج المبكر من كأس أمم إفريقية على يد جنوب إفريقية بهدفنا لسفر في تمون نهائي وكان أخماش قد عدل عن اللاعب للمنتخب الإسباني نهاية العام المنصرم واختار المغرب ليتم ضمه سريعا للمنتخب الأولمبي في ودية دجنبرا الماضية أما مدري مارك كما تواجد في قائمة الكانا الموسعة وبجانب أخماش ذكر موقع كورا ناريجراجي مهتم بضم يوسف الخديم الضاهر الأيصر لراضي فريال مدريد في انتظار اتضاح موقف إبراهيم دياز لعب الفرق الملكي الذي يتصرع المغرب وإسبانيا على الضفر بخدماتها اشتركوا في القناة